صباح النور أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك نحن اليوم ضفتنا ملكة جمال مو بس جميلة يسعد صباحك كيفك الله يسعد صباحكم شكلنا على الاستضافة وصباح الخير على كل المشاهدين نورتنا يمكن الجمال وملكات الجمال دائما عندهم قصص كتير عندهم مشوار طويل لا يقدر يوصل وكنت عم إلا لحمده الجمال الخارجي بيطلع نتيجة لجمال داخلي وقناعة داخلية خبريني عن رحلتك خبريني عن مشوارك أنت أكيد دائما أنا أقول أنه الجمال أول شي الجمال نسبي وفي ناس تقيم الجمال يعني بطريقة مختلفة لكل شخص بس الجمال الداخلي أنا أشوفه دوم أهم ففي مصابقة ملكات الجمال بالنسبة لأن تجربتي الحمد لله كانت تجربة جدا جيدة ويعني كنت ملكة جمال المغرب 2007 وملكة جمال العرب المغتربين 2008 فقابل جنسيات مختلفة شفت أنواع جمال مختلف فهذا بحد ذاتها بيخلي الواحد أنه عنده يعني رؤية مختلفة لمفهوم الجمال أنه مش بس الشكل الخارجي إنما كذلك الجوهر فهذا اللي دوم أحب أركز عليه إيوان أنا بأدخل في موضوع المواصفات اللي أنتو تعتمدوها في هذه النوع من المسابقة يعني مثلا أنا لما أشوف المسابقة أشوف أنكم مختلفين تماما عن بعض بس أنتو في لكم معايير ومواصفات لازم تكون بعين الاعتبار شو هذه المواصفات؟ في مواصفات وفي شروط بالنسبة للشروط طبعا السن من 18 سنة إلى 26 سنة كذلك الطول 170 سنة إلى 175 أنها تكون عازبة لم يسبق لها زواج أو أطفال أو هاي الأمور كلها يعني فيه شروط هاي لازم تطبق على كل المشتركات بالنسبة للمواصفات أكيد تختلف لأنه مثلا ملكة جمال العرب المغتربين فهي تجمع كل الجنسيات العربية للمغتربين فتلقين مثلا الجزائر تونس المغرب مصر لبنان كثير دول الشروط اللي موجودة مثل اللي أنا تكلمت عنها منه شوي بس المواصفات هي مواصفات نقدر نقول مثلا الكاريزمة الحضور الثقافة يعني فيه كثير فيه كثير شروط يعني أنا ما حصرت كلها بس أنه الأهم منها في الأول وفي الأخير حتى يعني شلون هي البنية تقدم نفسها على المصرح شلون تعرف تجاوب على كل الأسئلة خصوصا بتكون أسئلة جدا صعبة في الثقافة عامة فهني اللي يخلي الموضوع شوي مختلف بكرتي من شوي أنه الجمال نسبي أكيد بهالحالة كيف ممكن يتحقق العدل أو القرار العادل يمكن بمسابقات ملكات الجمال شوفي بالنسبة هي أول شي بيكون في تصويت فإذا قلنا مثلا على سبيل المثال فيه 56 أو 80 أو على حسب فهو بيكون فيه تصويت غير الشروط غير الأسئلة فهي حتى الردود هاي بتخلي مرات الناس تاخذ ذراي مثلا أنا بشوف هاي ملكة الجمال عندها ثقافة عالية عندها موضوع رح تتبنى لأنه هي القصة مش محصورة بس أنه أنا فست بلقب ما بعد اللقب لأنه مثلا حضراتكم كمذعات عندكم رسالة عندكم شي تبون تقدمونها للمجتبع كذلك ملكة الجمال لازم تتبنى خضية أنه هي بعدين لما تخلص المسابقة لما تفوز باللقب تشتغل على هالقضية فهي مرات ناس كثير حتى تتحمس للقضية أنا في حالتي كنت أبغى أركز على الأمومة والطفولة خصوصا في الدول مثل العراق مثل السودان يعني في الدول اللي شوي ما فيها يعني حقوق للمرأة كثيرة في طبعا مسابقات لملكات الجمال في الوطن العربي اللي انتي شاركت فيها بس شو رايش فيها هل إحنا لازم نتطور مثل ما تكون يعني مسابقة ملكات الجمال كالكون والونيفورس هذه الأمور ولا أهي إحنا ماشيين بالطريقة السليم بالنسبة للمسابقات اللي في الوطن العربي في كثير من المسابقات للأسف غير رسمية يعني الرسميات منهم هي ملكة جمال مصر وملكة جمال لبنان وملكة جمال المغرب يعني حتى لين 2012 للأسف كل اللي موجودين الحين هم مصابقات يعني مثل ما نقول بس حفلة غير رسمية غير رسمية فكل اللي نشوفها مش رسمي الرسمي هي اللي يتمثل بلد ملكة جمال الكون هي أول شيء من 1956 أضان يعني قديمة جدا مصابقة رسمية يتقدموا لها كل الناس من مختلف العالم أنا بالنسبة لي أحب كثير ملكة جمال الكون والعالم أشوفهم كنا نحكي عن ما بعد التتويج خبريني أنت شو عملتي؟ أمت تتوجتي؟ شو عملتي؟ هل عمالك بس بتظل السنة؟ يعني لحتى تتتوج ملكة جديدة ولا ممكن تظل كل حياتك أنت عم تقدمي تحت مصمة ملكة الجمال؟ بالنسبة لي في 2007 تبنيت قضية الأمم والطفولة رحت زر دولة العراق وقدمنا مساعدات ودعم إنساني لكثير من الحالات اللي شفناهم هناك استمرنا مدة سنة بعدين خديت اللقب الثاني اللي هو ملكة جمال العرب المغتربين كان بأمستردام هاي المصابقة كانت شوي نقول على مستوى على نطاق أوروبي فاشتغلت مع كثير جمعيات على حقوق الطفل وكذلك المرأة العازبة والتي كانت لأول مرة تطرح حتى وقتها يعني ناس كثير هاجموا لأن أنا شفت أنه هذا واقع وموجود في كثير من الدول فالأطفال للأسف ما بيكون عندهم حق التمادروس أو حتى أنهم يندمجون في المجتمع فأنا كنت كثير أركز على هالقضايا غير شي دي لما خلصت السنة الأولى والسنة الثانية كملت في العمل الجمعوي إيمان بما أنشت دخلتي في موضوع القضايا التي تتناولها ملكات الجمال لما أشوف المسابقة التي كل واحدة منكم تتناول القضية التي تفوز في المسابقة تكون داعمة كبيرة لهذا النوع من القضايا بغض النظر عن القضايا الأخرى التي موجودة التي لا يمكن أن تدعمها هل تتطرقوا إليها أو أنكم تركزوا فقط على القضية التي قلت أنكم ستدعمها قبل أن تفوزوا بالمسابقة بالنسبة لي أنا أشوف أنه أي عمل أنا ممكن أساعد فيه المجتمع اللي أنا أنتمي له لازم أسويه مش شرط أنه أنا أتقيد في ناس كثير مش ملكات جمال وناشطات كثير في ناس تسويها فقط يعني هي فترة بس أنا موجودة لازم أقدم برنامج أو لازم أقدم قضية أو أنه أطرح قضية فأنا خلاص متبنىها لها الفترة بالنسبة لي أنا أشوف أنه الدعم اللي أنت ممكن تقدمينه لأي شخص أو لأي مؤسسة أو لأي طفل أو القضية اللي أنت مؤمنة فيها مش شرط لازم تكون ملكة جمال إنما لازم يكون عندنا هالدافع أنه إحنا نقدم شيء لمجتمعنا اللي إحنا ننتمي له ويكون مقترن يعني بالمؤسسات وهذه الأمور أو يكون مش شرط أنا اشتغلت بشكل فردي كثير يعني لأنه مرات كثيرة تلقين بعد المؤسسات ما أحب أهم طبعا بالعكس في مؤسسات خصوصا في دولة الإمارات يعني الحمد لله في مؤسسات على مستوى عالي جدا وأتمنى أنه حتى مثلا مثل الهلال الأحمر الإماراتي اللي يقدم أعمال جدا رائعة وإنسانية على مستوى العالم أتمنى لو كل الدول تسوي نفس الشيء اللي قاعد يسوي الهلال الأحمر الإماراتي فأنا بالنسبة لي أرى أنه أنا ممكن أشتغل بشكل فردي أو ممكن أشتغل مع مؤسسة أو جمعية أو وشغلك دائما مستمر ما وقفتي بس لفترة زمنية معينة بس مؤخرا صرنا نشوف ملكات الجمال بالدراما كثير صرنا نشوف حتى صار اختيار بطلات المسلسل يكون ملكة جمال مثلا عندما أهبت التمثيل خبريني أنت شرائك بهذا الموضوع وهل كافي أن هي بس لمجرد كانت ملكة جمال نحن من قد نعطيها دور بطولة؟ بالنسبة لي أنا مثلت سويت ثلاث مسلسلات في دولة مصر العزيزة جدا على قلبي أنا من البداية كانت عندي موهبة التمثيل من الطفولة مسابقات كل هذه أجت بالصدفة البحتة رامنا ما من كثير بالصدفة أقول هو قدر في الأول وفي الأخير بس بالنسبة لي أنا كانت عندي موهبة طورتها نميتها درست بعدين لما جاتني الفرصة أنه أمثل في مصر كانت أول تجربة لمسلسل العار المخرجة حتى هي اقتنعت فيني قالت لي أنت عندك فرصة يتبيني للعالم أنك مجرد شكل أو أنت عندك موهبة وجوهر تبين تشتغلين عليه هذه الجملة كانت بالنسبة لي تحدي شلون أنا رح أخذ دور من دور مكتوب في سيناريو أنه أنا أخليه على أرض الواقع والناس تعاطف أو ففي ناس موهبين بالعكس في كثير ملكات الجمال مثل نادين نجيم عندها موهبة وكاريزمة وشخصية أنا من الناس اللي معجبين فيها كثير وفي البعض ما عندهم موهبة فقط يحبون التواجد في الميديا إيمان دخلت مسابقة ملكة الجمال وفي ستي بيو ودخلت في الإعلام خبريني هذه الستيبس في حياتك كيف غيرت من شخصيتك ماذا تدورت في شخصية إيمان؟ التعامل دائما مع الكاميرا أنا من البداية أنا كثير أحب الكاميرا فأي شيء كان عنده علاقة بالكاميرا كنت أحبه بالنسبة لي التمثيل كان هو رقم واحد في حياتي يعني من هنا في سبع سنين عشر سنوات كنت أركز على التمثيل ووالدتي يعني لمستها الموهبة واشتغلت عليها في مسرح في كثير مسرحيات في إسبانيا لأنني عشت 15 سنة في إسبانيا فكنت كثير أسوي مسرحيات كنت كثير أسوي أشياء تخص الطفل بس بعدين بالنسبة لي كانت الفرصة الحقيقية هي مصر حتى مش هوليوود أو كانت مصر أنا بالنسبة لي كانت مصر الفرصة العظيمة إذا أنا قدرت أحقق نجاح في مصر فأنا نجحت في الوطن العربي كلا فعلمتني كثير وغيرت في شخصيتي كثير أول شي كانت شخصيتي شوي فيها نوع من التسرح فصرت لأ أهدا شوي كذلك التجارب الإنسانية التي تصير الناس التي تلتقين فيها الحب التي تلمسينها من الناس لما تلتقين فيهم في الشارع فكثير أشياء تغيرت فيني في هذا المجال أنت أخذتي طريقين صعبين كثير مجال الإعلام كثير صعب فيه كثير تحديات ملكات الجمال كمان بيواجهوا كثير تحديات أنتي دمجتي لتنين فخبريني شوي شو التحديات اللي مرئت عليك خلال هاي الفترة أواشي مرات المجتمع اللي أنتي فيه مرات ما يتقبل يعني أنا بالنسبة لي لما جيت أمثل الناس كثير عارضوا هي ملكة جمال شلون تمثل لما مثلت ليش تمثل في مصر دائما فيه تحديات ودائما فيه بعض المعيقات اللي الناس تحاول البعض يحاولون يسوونها عشان أنه إنسان ما يكمل لكن بالنسبة لي أنا كنت كل هالتحديات أخليها أو هالمعيقات أخليها دافع فكانت بالعكس هاي الشي هاي الباور اللي بيخليني أنه أنا أسوي شيء أحسن وأقدم الأفضل فالتحديات هاي مرات أنا ما أشوفها في صراحة صعوبات أشوفها بائما أخذها من الناحية خصوصا كثير من مهتمة بالتنمية البشرية فكنت أخذ دورات هالدورات كانت تساعدني كثير أنه أعرف أنا شو هدفي شلون أشتغل عليه شلون أوصل للشي اللي أنا أبغى يمام في المستقبل وين تشوفي نفسش هل في المجال مجال الملكات الجمال ودعم القضايا وهذه الأمور أو تتجهي تجاه كامل للإعلام القضايا الإنسانية دوم أنا فيها ما أظن أنها مرتبة لا بلقب ولا يعني أنا الحين يمكن أكثر من عشر سنوات لما أخذت اللقب والحمد لله اشتغلت في كثير من الأشي اللي أنا صراحة كثير فخورة فيها بالنسبة للإعلام كثير أحبه كثير أحب مجال الإعلام وحس أنه بعد رسالة لا تقل عن رسالة ملكة الجمال أو أي شيء ثاني فالفترة اللي جاي إن شاء الله سأركز على الإعلام لأنه عندي بعد البرامج اللي يعني طرحت فبشوف الأفضل إن شاء الله وبقدمه طيب خلال رحلتك حسيتي فيه نوع من الأنواع الدعم ناقص التي ريت لو هذا الشيء موجود لحتى أقدر أكمل أو لحتى أقدر حقق رسالة معينة أنا بالنسبة لي يعني أنا توقفت أصلا فترة لأنه كان عندي بزنس خاص فتجهت شوي العالم البزنس في العقارات بس بصراحة أشوف بالعكس أنا خدت الدعم الكامل بكل أمانة يعني إحنا أنت تكلمت عن الكلام السلبي وأنش تاخذيه دائما بإيجابية بس كشخصية الناس كطبيعة الناس ممكن أنها تقلل من ثقتهم أو تهدم شيء فيهم وانت قلت أنش دخلت في البزنس فهل مثلا خلنت تكلم شوي في البزنس هل مثلا لو ما نجحت فيه مجال الإعلام ما نجحت فيه لو ما نجحت فيه هل ممكن أنش تتطرقي بشكل كامل البزنس لأنه ممكن أنا أفهم أنه الجمال والإعلام وهذه الأمور ممكن تكون مرتبطة شوي ببعض لكن قلت لي البزنس هذا البزنس عقارات أي وعقارات بعض شيء كبير ومتغير هل ممكن لو ما كنت نجحت في هذا المجال التطريقي بشكل كبير للمجال الثاني أنا في كل الفترات هذه المردهم كنت أربط البزنس بالفن بمعنى يعني الفن أنا ما كنت أعتمد على الدخل مثلا من الفن أنا الفن ما أخذته هواية بكل أمانة يعني ما أعتمد على الدخل اللي راح يطلع لي من الإعلام بقدر ما أنا كنت أسوي استثمارات وبزنس أنه هذا يغطي يعني يغطي الشغلي في الفن لأنه مرات كثيرة يعني مثلا في البدايات أنا ما أقدر مثلا أخذ أجر عالي خصوصا يعني كانت بداية فما أقدر أحط شروط أو أقول مثلا لا أنا أجري كذا فبالتالي أنا حابة أطلع بصورة معينة فأنا كان عندي بزنس ثاني اللي هو يصرف على عملي في الفن بس بعدين البزنس بعد شيء رائع أنا كثير أحب البزنس خصوصا دراستي أصلا كانت إدارة أعمال سياحة إدارة أعمال فلاس بالمس فكنت أحب دوم أن أربط بينهم وأشوف أن الإنسان إذا عندي طاقة أنه أنت تسويين كثير أشياء بالعكس أنا مجال تنمية البشرية في الأول ما كانت عندي أي فكرة عنه بس كنت أقرأ كتب لكثير ناس مؤثرين كانوا كثير أتأثر فيهم نموا شخصيتي كثير فبالعكس رابط حلو أنك قدرتي توضف في الأشياء الأساسية اللي عندك بمكان الصحي يعني درستي بزنس رجعت بعدين فتحتي بزنس وأنت راضي كثير عنه دخلتي مسابقات رجعت دخلتي دراما حبيت هذا التنوع اللي عم يحقق لك نتائج مضمونة يمكن نوعا ما بس خبريني اليوم نحن عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا والناس كلها صار مدمان عندهم السوشيال ميديا كيف علاقتك أنت بهذا الموضوع السوشيال ميديا أنا في البداية في طبعا أول بداية السوشيال ميديا كانت فيسبوك فمن الأول كثير كنت حابة فكرة الفيسبوك لأن أول شي رابطني بأصدقاء كان صار لسنين ما شفتهم فكانت كان حلو أنه أتواصل مع الناس أنا مثلا ما عندي أي كونتاكت فيهم فحبيت الفكرة بعد ليلة ما يجي انستغرام وسنابشات على السنابشات أنا كثير أحب فكرة سنابشات أكثر ليش؟ لأنك أنت أحس أنه السنابشات أنا ممكن أقدم محتوى جيد أنه يفيد مش بس أنا وين تغديت وين تحشيت وين رحت ما كنت أحب هالفكرة الحمد لله الفولوورز اللي عندي حتى أحسهم كثير يشبهوني ما أفتح قلبك فكنت كل شيء أنا درسته وتعلمت في التنمية البشرية كنت أقدمه فكان في كثير تجاوب مع الناس كذلك أنا دوم أرقز على المحتوى أحب أنه الناس اللي تابعني أنه على الأقل أضيف لهم شيء أو يتعلموا مني شيء مثل ما أنا بعد أتابع ناس أتعلم منهم الحياة مش بس بيوتي أو طلعة أو عشا أو غدا أو أنا وين رحت وين جيت أو هالبرودكت لا أحب أنه تكون عندي مستقية والحمد لله كل الفولوورز اللي عندي سواء على إنستغرام أو سناب شات أحس أنه يعني كثير يشبهوني في كثير كونتاك بيني وبينهم دائما فيه تجاوب دائما أحب أرد عليهم أحب أعرفهم يعني حتى لما ألتقي فيهم بره ما أحس أنه ناس ما أعرفهم فكثير حبيت موضوع السوشال ميديا إن أشوفه بوزيتف سراح موضوع الجمالة وتكلمنا فيه ما رح ننتهي خصوصا أنه بس منوار اليوم ما رح ننتهي بالأسف اللقاء خلص للحين شو رحش نطلع بريك نشرب شوية قهوة وبعدها نرجع أكيد أكيد